نقاش ومشادات كلامية حادة في جلسة للبرلمان الموريتاني يوم الاثنين الماضي بين وزير المالية وأحد النواب تلاه جدل نعتار موريتانيا بسبب ما فجره الوزير ويلد دياي عندما تحدث عن صندوق أسود تابع لوزارته اعترف بأخذ مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون أقيا منه شهريا مؤكدا أن الصندوق يدفع مبالغ مالية لمن يتعاونون مع قطاعه في جلب المعلومات والأخبار من نواب ومخبيرين حديث الوزير الموريتاني عن هذا الصندوق جاء إثر مساءلته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني عن مصير الدرائب التي تجمع خارج إدارة الدرائب هذا الكلام أشعل نار السجال في البلاد مضطر الوزير إلى كتابة تدوينة حاول فيها توضيح موقفه متحدثا عن حملات وفق تعبيره أكدت أن أعداء هذا النظام وأعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق على الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر أكثر من أي وقت مضى وفق تعبيره فكيف نصف ونقيم تصريحات الوزير هل هي مجرد زلة لسان أم هي مصارحة وشفافية من قبله أم هو كشف دون قصد عن منظومة فساد في موريتانيا لنقاش حول هذا الموضوع معي هنا في الستوديو سيد حسين التحمود مدير تحرير موقع فجر الأمل سيد حسين التحمود أهلا بك معنا ومعي أيضا على الجانب الآخر سيد أحمد ولد محمد الأمين النشط السياسي سيد أحمد مرحبا بك معنا شكرا سأبدأ معك ربما سيد أحمد كيف نصف تصريحات الوزير هل هي مجرد زلة لسان هل هي هفوة هل هي صراحة غير معهودة شكرا هي الموضوع يعني كلمة الوزير أو رد الوزير هو يعني أخذ منه جانب وألغية جانب منه آخر يعني لم يكن يقصد أن هناك صندوق أسود يصريح منه كيفما شاء ويصريح منه على مخبرين لا يمكن لأي مسؤول في أي بلد أن يصرح بهذا لا علنا ولا 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 سرا لكنه فهم هذا كلام على هذا النحو هو استغل استغلالا سييا ومقصودا به تشويه الوزير كان يتكلم في إطار الإصلاح المالي الذي تقوم به الوزارة الذي قام به الوزير منذ أن تقلد منصب الوزارة وطبعا طبعا لتوشيهات السامية لفقامة الرئيس محمد أبو العزيز وبإشراه من الوزير الأول وهذه المقاربة المالية أتت أكلها وأثبتت شدوائيتها ونفعت الدولة في كثير من الأمور وأثبتت أن عندما يكون الاقتصاد تكون مزارة المالية فعالة وموارد الدولة الداخلية مثل الضرائب وغيرها تكون معاقلنة وبطريقة شفافة لكن هنا يحدث عنهم وتجمع خارج إدارة الضرائب لم يكن يقصد أطلاقا أن هناك مبالغ تجمع خارج النطاق الضريبي المتعارب عليه هناك ملومة ضريبية تستهدف الشركات والناس التي تستفيد التي لها مصالح أو لها مؤسسات وتستخدم الاقتصاد المهيتاني وتستفيد منه وبالتالي في كل العالم هذا الموجود هو جانب اقتصادي بحث والوزير لم يكن يقصد به أن هناك صندوق أسود أو مصاريف غير مبرمجة أو سرية هذا غير معقول واستخدم في غير محلي وأريد منه شيئا أخرى سنأخذ رأي سيد حسين متحمود ولا هي الحادثة دابت الدنيا وكان هناك صحفيين موجودين للجلسة نقلوا نقلوا بالتأكيد وحتى في التدوينة التي نشرها على الفيس بوك لم ينفي التصريح بحكم من أكده لكنه نفى التصريح بأنه تحدث عن صندوق أسود وهنا ربما الكلام مهم هي الصندوق الأسود فعليا موجود هناك ما يسمى بكسنوا يعني مصاريف خارج الميزانية تحكم فيه المدير وهذا موجود في جميع الإدارات تقريبا حتى هناك في فرنسا موجود طبعا بالتأكيد لكن المشكلة ليست هنا المشكلة أن يصرح وزير في دولة نسبة البطنة فيها ترتبع في دولة نسبة الديون فيها أكبر من أربع مرات وخمس مرات الناتج العام ويقول أنه هو يقتطع لنفسه ثلاث ملايين وخمسمية والباقي للمخبرين والمصيبة أكبر أن نكتشف أن فقط بالنسبة للمشاهدين حتى يفهموا مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون أوقية يعادل سبعة ألاف يورو تقريبا شهريا سبعة ألاف يورو حسب ما رأيت يعني على سبعة ألاف وتقريبا سبعة ألاف وثمائة ونصف يورو والمصيبة أكبر أن نكتشف أن هؤلاء المخبرين منهم هم نواب في البرلمان لعلهم الآن فهموا أهمية مجلسه لا يستطيع الرئيس حل الذين يعملون كمخبرين لكن الفضيحة هل أنت تتحدث عن فضيحة؟ بالتأكيد طبعا لماذا؟ الأسباب الآتية هو أولا أن تكون أن يقططع الوزير لنفسي هذا المبلغ الكبير برغم العلوات الثانية التي يحصل عليه برغم يعني ما يسمى يعني هذا زيادة على مرتبه مرتبه هو الخاص يعني نحن في دولة الاقتصاد فيها ينهار المواطنين يعيشون حياة صعبة وهو يقططع طيب ألا تعتبر هذه شفافية يعني كان هو قالها في توضيحه قال أنا لم أكن مضطرا للإجابة عن هذا السؤال لكنني أجبت وبكل وضوح وصراحة إذا لم تستحف أصنع ما شئت هم يصنفونها شفافية والشعب يمكن أن يصنفها وقع هذا مثل تصريحات الشيخ البيل الذي تحدث قال بكل عجلية أنا أخذ عشرين مليون دولار في السنة وهذا حقي عشرين مليون دولار ليست أوقيها إذن هذا الموضوع يبدو أنهم اعتادوا عليه في هذا النظام الضيف الأستاذ العزيز تحدث عن أنه هو مستهدف بحاملة إعلامية طبيعا عمي بيناتكم من استهدف لي المعارضة قطعا الذي استهيها صراع بين تصريحات في جدل حدث بين النائب محمد والبابانة محسوب على رئيس حزب الحاكم وبين وزير النجاي محسوب على رئيس حزب الحاكم هناك صراع أجنحة ربما خلف الستار سيد أحمد استمعت إلى سيد الحسين يقول لك بأنه لا يعقل أن يعترف وزير يمارس مهامه بأنه يأخذ لنفسه مبلغا يعادل سبعة ألاف يورو شهريا غير صحيح هذا لم يعترف ولم يقول بأنه يأخذ مبالغ خارج الإطار المصرح به والمرخص فيه في هذا المجال هو فيما يخص ما يدفع لمدير هو تكلمه أيضا مدير البنك المركزي ومدير الضرائب ومدير الجمارك هذا في كل عالم هناك ما يسمى تحفيز المالي لأصحاب هذه المؤسسات لألا يلجوا إلى السريقة وأكل مال العام وموجود في كل بلدان العالم طيب الوزير لا يفتطع أنت أين تذهب أمواله لم يفتطع الوزير كان في إطار حديث عام وإجابة حول سؤال محدد عن صرف مبالغ معينة وهو جواب عليها بكل شفاف ولو كان الموضوع لو كان الموضوع في شيء آخر لما كان الوزير صرح به أمام الكل وسرب وكان هناك من سرب الموضوع من يسرب الموضوع؟ سرب من طرف أشخاص معروف وأيضا تعليقا على أجنيحة لا يوجد صراحة أجنيحة داخل النظام تعود إلى هذه النقطة لاحقا لكن نركز على مسألة مقاله الوزير قال بأن هذه الأموال تدفع لمخبرين ومنهم نواب لم يقل أن هناك مخبرين يعني عندما توجه إلى النائب والبابانة قال له يعني تدفع إليك أنت أيضا من ضمن الله كان في إطار المزح وكان ربا عليه إطار المزح هل يمزح من هذه المواضيع؟ لا أبدا لم يجد ليس عندنا مخبرون في البرلمان ولا خارج البرلمان يدفع لهم المخبرون في العالم يدفع لهم بطرق أخرى ولهم أساليب أخرى وطبقا للنظام الأمني أما في هذا المجال فهو إنما كان يرد على النائب محمد البانة الذي استفزه بالسؤال الشخصي وحاول أن يرد عليه بهذا الرد وبالتالي لم يكن شيئا جديا بهذا المعنى ولا يقصد به أن هناك مخبرون يدفع لهم من المال الخزينة أو من وزارة المالية هو حاول أن يقول بأن هناك أشخاص يساعدون على محاربة الفساد ويدفع لهم لتحفيزهم في هذا السياق لا لا لم يقول ذلك إطلاقا هو كان في رده كان ردا على محمد البابانة في إطار حديث شخصي وكان يعقد طابع المزح لم يكن طابعا جديا عندما كان يرده في المسألة بطريقة علنية كان يرده بشكل واضح كيف نقيم ما حدث؟ هل هي مسحة؟ هل هي هفوة؟ هل هي زلة لسان؟ هي موضوع ليس جديا كان بين مجموعة مغلقة ولكن هناك من سربه لغاية أخرى ومن أجل أن يكون هناك مشكلة داخل أجنحة النظام مثل ما قال الأستاذ أن هناك صراع داخل أجنحة النظام بالنسبة للشعب الموريتاني والنسبة للنائب نفسه لأنه كشف أنه يتعاطى أموال من وزير المالية وهذه مأساة في الحقيقة أنا أود أن أعلق بشكل سريع على النقطة نتفضل بهم الأستاذ العزيز النقطة الأولى هو أنه لا توجد هناك صراع أجنحة وإلا من ليسر بالموضوع من ليستهدف الذي يستهدف وزير المالية المحسوب على رئيس الوزراء ودعنا نقول الأمور بكل صراحة وجناح الحزب وجناح التلفزة والجناح الثاني هذا معروف يعني من دون الناس الآن يشاهدون ويستمعون إلى ذاني الموضوع الثاني الذي يؤدنا أنا أتفق طبعا مع الأستاذ العزيز أنه في كل نظام مالي هناك ما يسمى بالتحفيزات لكن التحفيزات المالية هذه التي تُعطى للمدراء وللمسؤولين لكي يتم تشجيعهم على ممارسة مهامهم بكل نزاهة هي تحفيزات مقننة لأنها واضحة في إطار قانوني واضح ليس أن يأتي مدير أو أن يأتي وزير ويقططع لنفسه ما يشاهد ثلاث مالي وخمسة طبعا يخليهم ثلاث مائم وسبعمية أو نقصهم بمئتين أو مئتين يعني ما هذه الفوضى والباقي أعطيه للمخبرين طب المخبرين يعني إذا كنت أنت تستعمل وزير مالي وتستعمل مخبرين يعني هذه التحفيزات لا سأتي في إطار قانوني؟ بالتأكيد لا لكن النقطة الأخطر من ذلك هو أنه وزير مالي قالك أعطي الباقي للمخبرين إذا كنت أنت وزير مالية تعطي المخبرين لكي يأتوك بالمعلومات طب ما هو دور الأمن ما هو دور مفتشية الدولة ما هو دور أجلسة الرقابة يعني هي خطل المهام قيل له حتى داخل هذه الجرسة قيل له هذا من دور وزارة الداخلية ليس من دور وزارة المالية صحيح أود أن أنبه وأعيد وأؤكد أن النائب الذي نحن في الحدثة الحديثة والبمان هو نائب من داخل أغلبية الحاكمة ولي نسى نائبا من المعارضة يعني الموضوع لا يأتي وزير والأرقام تثبت ذلك عندما وصل على رأسي وزارة المالية وجدها في عجز مالي وجدها في ربما ظروف مزرية وحصنا الآن من وضع هذه الوزارة جيد أنك تناولت هذا الموضوع في نقاط سريعة أسمح لي أنه أعلق على هذا الموضوع فقط كلمة قصيرة ثم أعطي تحقق هذا الوزير لا يتحدث عن الإنجازة جاء إلى موريثانا منذ أن جاءها تطاعف الدين العام منذ أن جاءها ازدادت الأسعار منذ أن جاءها ازدادت الضرائب حتى أصبح يسمى بوزير الضرائب منذ أن جاءها دخلنا في موضوع العلم العملة لتغطية على نسبة التخم وانهيار الأسعار اليورو والدولار الآن بلغ مستوى قياسي منذ أن جاءها أصبح رجال أعمال يطاردون منذ أن جاءها أصبحت هناك أمور غير واضحة الشركات العامة كلها أفلست قولوا لي أني كاذب في هذا الموضوع كل هذا بسبب وزير المالية لا بسبب سياسة طبعا وزير المالي هو ركن من أركان نظام الذي يقوده الرئيس محمد العبد العزيز هذا وزير المالي هو يمثل سياسة النظام في هذا الإطار هذا كلام مع احترامي الأستاذ فيه مغالطة كبيرة للمشاهد طيب ونحن هنا للتوضيح هذا غير صحيح المقاربة الاقتصادية التي تبنىها وزير المالية المختار والجاي وطبعا بتوجيهات من فقامة الرئيس محمد العبد العزيز هي أثبتت أنها كانت مقاربة ناجحة كيف؟ يقول لك ضرائب ارتفاع أولا في المجال الاقتصادي وزارة المالية منذ أن تولى المختار وطبعا في أحدى الرئيس محمد العبد العزيز كانت وزارة المالية لا دورة لها إطلاقا إلا صرف المرتبات وغيرهم لم تكن عندنا نيلام جبائي معروفة لأسنان مثل الدول اليوم موريتانيا تستفيد تستفيد في كل الأصعادة من طرف الشركات الأجنبية ومن الموضوع الجبائي الضريبي الذي هو أحد المداقل الرئيسي لكل البلدان بما فيها البلد اللي نحن نعيش فيه الآن الوزارة المالية قامت بدوري هامل وبرهنت على ذلك من خلال المشاريع الكبيرة التي وجزت في خضم السنوات الفائتة موجودة موجودة للعيانة هو لا ينظر إلى الجانب السيء وينظر إلى الجانب السيء نحن نشاهد نهضة كبيرة نحن الآن في الفين تقريبا 17 في نهايتها كم من مشروع أنجز في السنوات الماضية وبأموال ذولة ليست بقروض ولا شيء أعطينا أنفل المطار عندنا مطار من أحسن مطارات وعندنا شركة طيران قوية تزداد كل شهر بطيارة أو طيارتين عندنا طرق في كل أماكن كل ولايات مهيثنية فيها طرق وكذلك شبكة مياه وكهرباء موجودة داخل المهيتانيا وتحسنت الظروف في البناء التحتية من درجة 20% إلى 90% في السنوات مقارنة مع وهذا للعيان طبعا وهو حتى كلم جميل لكن يرد عليه من قبل السيء أرد بشكل سريح حتى ننتقل المحور الثاني أولا المشاريع الذي تحدث عنه هي إما مشاريع أنجزت في صفقات غير مفهومة وغير واضحة مع آلم حتى مرات من دون مناقصة كصفقات الجامعة أو صفقات المطاعر أجزت كل هذه الصفقات بالتراضي وأجزت لأنها لم تستفد منها لبيات الفساد التي كانت موجودة والتي كانت سنفر عظام الدولة ماشي خليني أكمل لك بس يعني على ذكر الكهرباء هذه لن أجيب عليها المواطنون الآن يرونون بسطاعتهم الكهرباء ينقطع بشكل مستمر على ذكر المياه ليس لدينا شبكة صرف الصحي وقبل أشهر كنا في أزمة عطش هل تتذكرين دنيا على ذكر هذه المشاريع كلها يعني كل هذه إنجازات وهمية في الحقيقة يعني البنية التحتية الشركات التي كان لها عشرين أو ثلاثين سنة منذ أن جاء النظام أفلست كلها حتى السنين الآن المخاوف تدورها والسنين والتدورها والآتتين الوحيدتين الباقيتين باعتبار أن الآخرين يتهوا إذن هذه الإجازات لنستطيع التعليق علىها المشكلة هنا هي الآتي هو أنه فعلا أنه منذ أن جاءها الرجل تحول وزير وزارة المالية تحولت من من جهاز يعني رقابي وجبعي تحولت إلى جهاز فرض ضرائب حقيقي يعني هذا الوزير ليس له من السياسة ربط هذا دور الوزارة سيد حسين دور وزارة المالية ليس مجرد فرض يعني توزع مصاري على الناس الوزارة المالية لا لا لكن لا تسرقهم أيضا ولا يكون لها صدق أسوط الضرائب لا تستهدف إلا أصحاب الشركات وأصحاب المصاري طب سأطرح لك سؤال لحظة ماشي ماشي هلو أنا كمواطن هل أنت تدفع ضريبة مثلا أنت في موريتانيا تدفع ضريبة كشخص لا يدفع لا في ما في أي شخص عادي ليست لهم مؤسسة على المدخول في موريتانيا على الشركات أو المؤسسات التي لها دخل مباشر شركات ماشي بس لحظة شوي شركات من الشركات التي سورت عليها الضرائب صحيح كل الشركات طيب سأطرح لك شركات أخرى شركات فيلو الله وزين العابدين وأقرباء الرئيس وشركات الرئيس نفسه وشركات رئيس نفسه شركات موجودة تعال تفضل أعطني اسم شركة لا توجد له أي شركة ما في شركة ننتقل إلى المحور الأخير ربما في هذا البرنامج صراع الأجنحة الكل يقول ويصف ما حدث بأنه تعبير عن صراع الأجنحة المستشري في البلاد حسين وتحمود حول هذه النقطة بالتأكيد أنت بدأت بالشرح طبعا أنا أريد أن أقول الأمور بكل صراحة هو صحيح أن الوزير عندما يتحدث عنه أنه مستهدف ومستهدف صحيح هذا صحيح أنا أبصم عليه لكن ما الذي يستهدفه يستهدفه جناح مولايو المحمد الأقضاء يستهدفه رئيس الحزب المحام مدير التلفزة من التشيخاني غير هؤلاء هم اللي يستهدفون هو يستهدفون رئيس الوزراء والحزمين لأنهم في إطار صراعات اللوبيات يعني بشكل يعني نحن كنا يعرف الضيف المذل اللي يقول أنه من أوتي ملكا ولم يحسن سياسته خلعه الملك وهذه هي صراعات اللوبيات الداخلية التي غذاها الرئيس والعبد العزيزي منذ البداية حتى يصبح المرجع الوحيد ومحال الثقة ومن يتنافذ الجميع على رضا لكن فإذا بها في النهاية انقلبت عليه وهذه صراحة يعني صراع الأجنحة واللوبيات اليوم معروف وهو اللي أطاح بمجير الإذاعة قبل فترة واتوهم باختلاس مئة مليون وهو اللي أطاح بالمجتشار وهو اللي سيطيح هذا ببقية سمحي لي بخصوص صراع الأجنحة لا يجب صراع أجنحة داخل النظام ونظام كما ستماحدث هناك مضوما هناك مضوما موجودة وشادة كلمية بين النائب من الأغلبية ووزير واتهامات متبادلة هذه الممارسة ديمقراطية طبيعية في أي بلد ونحن من أكثر البلدان تمارس فيها هذه اللاهرة نحن شخص الرئيس وكل شخصيات ليست بمنأن عن الانتقاد ولا عن أي شيء وهذا موجود في البرلمان أو خارج البرلمان وإذاً هذا مظهر طبيعي مظهر ديمقراطية اعتقال الشباب المعتقالي حاليا لا توجد هذه القنوات هذه القنوات لم تدفع الرسوم التي من المفترض أن تدفع هذه المؤسسة موجودة طيب بالنسبة للقنوات سيد أحمد ولكن باذا بالنسبة للشباب الذين رفعوا على العلام الطبيعي هذه المخالفة هذه الجنحة في كل قوانين نحن في فرنسا لو كنا في فرنسا في فرنسا اليوم من ارتكب أي جنحة أو جريمة أو مخالفة يعاقب عليها تبقى القانون الفرنسي وهناك مادة القانون الموريتاني تجرم رفع القانون على الموريتاني لكن فيه نعم هذه الجنحة ما هي المادة غير موجودة غير موجودة بس وعطيك معلومة عزيزة الدنيا هم ارتكب عمل غير مرخص والعمل غير مرخص يعتبر جنحة في نظر القانون عندما يرتكب الإنسان عمل غير مرخص يعتبر جنحة يا لطيف مهما كان منطوقا أو كان ضميا بس وحيب بشكل سريع على هؤلاء الشباب الأبطال الذين أوجي إليهم امتحيا من فاريس الذي حدث والآتي أنهم اعتقلوهم في مظاهرة مرخصة وليست غير مرخصة ثانية ليست هناك أي مادة في القانون تجرم أن يرفع شخص عالم البرازيل أو البراغوايا ويعالم أي أن يكون إذنها غير موجود وعندما أتوا بهم إلى وكيف جمهورية تعالى يعني ذهبوا يعني يعني أضرهم إلى المباضيات وعندما أرجعهم إلى وكيف جمهورية بانتظار أن يفبركوا ما هي التهمة وفي النهاية يفبركوا تهمة الشغب والشغب هم لم يمارسوا أي نوع من المقاومة ضد الشرق فقط هذا علم هم رفعوا العلم لأنهم دفعوا من طرف أشخاص معروفون وشهات معروفة من أشياء الفيسنة نورف العلم القديم عندما نستمع إلى كلامك سيد لامين عندما نستمع إلى كلامك كأننا نقرأ ما كتبه وولجاي في تدوينته على الفيسبوك عندما قال بأن هناك قمر قيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء يعني هناك دائم الاتهامات نحن عندنا كل البلدان التي مرت بهذه المرحلة نحن عندنا دول عميقة ما زالت موجودة طبعا وتحاول أن ترجع البلد إلى الوراء هناك من يستفيد من الفساد هناك من كان يستفيد من الفساد المالي والاقتصادي وكل أنواع الفساد البيرقراطي الموجودة في البلد كلها تستفيد شخصيات موجودة وطبقة موجودة وهي طبقة عندما شاء النظام الرئيس محمود لولعزيز وحاول أن يقضي على هذه الظاهرة قامت القائمة وكلما ظهر موضوع من هذه المواضيع ظهر لنا رأس من هذه الرؤوس ليأتينا بموضوع مثل هذا وبالتالي هي لا يعد يكون مظهر مظاهر دول العميقة يتجلى في كل مرحلة المراحل يعني دولة عميقة طبعا موجودة يحاول ترجع البلد إلى ما كان عليه من فساد وهناك مؤامرة كونية وهناك فضائيون في المريخة وكلهم يتآمرون على نظام لكن هو يعبر على رائعه لا لا أقصد لا لا أقصد أستاذ العزيز لا لا أقصد لا أقصد الرد على هذه النقطة بالتأكيد حتى الأثرون يحقون أن يعبد بالتأكيد أقصد الآخرين لأن دائما بقية أركان النظام دائما يتحدثون عن هذه قضية المؤامرة هناك مسائل يعني محتاجة إلى علاج هناك غضب شعبي أستاذ العزيز هناك مسائل يعني أخرجوا من هذه النقطة قليلة لا يوجد غضب الشعبي إلى في أذهان هذا الجماعة هذا الغضب الشعي موجود في أذهان يوم الاستفتاء أين كان الناس حركات الشباب المتزايدة أين هي أي مشكلة لا في أذهان يعني الأمور تسير على ما يرام في موريتانيا طبعا نحن نسير على ما يرام نحن بلد بلد ينهار أخطاء موجودة كبيرة والدين يتضاعف والشركات تفلس والشباب معتقلون نحو التقدم ورجال أعمال هاربون في الخارج هذا قد شغير مسموع بالمرة هكذا يعني سيد حسين والدحمود يتحدث وأنت تتحدث في جهة أخرى ربما سأختم معك سيد يعني بلد ينهار اقتصاديا والدين يتضاعف والشركات تغلق والشباب يعتقلون ورجال أعمال يهربون إلى الخارج تقول للبلد يسير على الأقر نحن بلدنا في تقدم جيد والدليل عليها المصداقية التي منحتها لنا الشركات الأجنبية التي تنقب بالحين عن النفط والغاز واكتشفة مؤخرا كثير من حقوق النفط والشركات تتسابق السمرة في مويتانيا وهذا أكبر دليل على أن البلد بيخير أن الشركات الغربية لا تتفاعد على بلد إلا بلد مستقر ولدي أفعال سأتيكم بالوذائق الأصرية التي لم ينشرها النماء طيب موعدنا في حلقة قادمة حول هذا الموضوع أشكرك انتهى وقت البرنامج مع الأسف أشكرك سيد أحمد والمحمد لمين على مشاركتك معنا وأشكر أيضا السيد حسين والحمود على هذه المشاركة وشكر موصول لكم أيضا المشاهدين على متابعة وشهن